جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم كيف يسلم الإنسان من هذين الأمرين الخطيرين الشرك والسحر يسلم منهما بمعرفة التوحيد والعقيدة الصحيحة وتعلم العلم النافع وسؤال أهل العلم لأن لا ينساق مع الجهال ومع المخرفين ومع العوائد والتقاليد الفاسدة بل يتمسك بدينه وعقيدته ويتعلم أمور دينه خصوصا الأمر العقيدة ونسأل عما يشكل عليه لهذا يسلم الإنسان بإذن الله لأنه إذا عرف حقيقة الشرك وخطر الشرك فإنه يتجنب أما إذا جهل فحريلا يقع فيه أو قلد الناس على ما يعملون من دون تنحيص من الصحيح والفاسد من أعمالهم ومن عقائدهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأيضا السحر كيف يسلم الناس منه يسلم الناس منه بالقضاء على السحرة وقتلهم والحذر منهم وببيان حكم السحر وخطر السحر من طلبة العلم ومن الدعاة إلى الله ومن الخطبة ويعاض أن يبينوا لسيما إلى إذا تفشى هذا المرض الفتاك في مجتمعهم أو خشوا أن يتسلل إليهم فإنه ياجب على العلماء أن يبينوا وأن يحذروا وأن ينصحوا وإذا علم موجود ساحر في مجتمعهم فإنه يجب عليهم المقادرة بإبلاغ السلطة بقتله والآخر على مجلس يندو موسيقى موسيقى